ليس هناك من يستمتع بحوض السباحة في فندق الغولف الفاخر هذا في ساحل العاج فالأجباء هنا متشنجة وجميع الضيوف من رجال الحسن وتارا وهم يستخدمون هذا المكان لإدارة شؤون الحكومة المنافسة لحكومة لرونغ باكبو بعد الانقسام الذي تبع الانتخابات الرئاسية إنه ليس قصرا رئاسيا لكن لا خيار لدينا الآن ونأمل أن يرتب الرئيس الأمور بعد عدة أيام حيث ينتقل إلى المكان الصحيح حياة الناس مهددة في الشوارع لكن في فندق غولف حياتك في مأمن المنظمات الدولية اعترفت بواتارا كفائز في الانتخابات لكن كباكبو وحلفائه ادعوا أن تزويرا شاب عملية التصويت ورفضوا التنحي جانبا في هذا المكان يعقد وزراء واتارا اجتماعهم الحكومي لمواكبة الدعم الدولي لهم ويعملون بثبات لفرض سيطرتهم لا يمكننا أن نحارب الناس الذين يريدون سفك الدماء نريد أن تبقى أيدينا نظيفة والعمل ببطء كي لا تراق الدماء وفي الجهة المقابلة العمل الحكمي مستمر أيضا كأنهم في عالم موازن وزير الشباب والتوظيف في حكومة كباكبو يتابع عمله مع رسالة واضحة للمجتمع الدولي الذي لم يعترف برئيسه سكان سحل العاج بحاجة للعمل والوظائف أرجوكم دعونا نتابع عملنا الحسن وتارا يراهن على أن الضغط الخارجي سيمكنه من استلام مقاليل الحكم فيما لورانك باكبو الصامت في قصر الرئاسة والمسيطر على مالية الدولة يراهن على الوقت وفيما الصراع لا يزال سلميا فإن ملامح خنادق النزاع بدأت تلوح في الأفق اشتركوا في القناة